فوز العتيبي اسما يتصدر دائما مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي جوجل وذلك لتعمدها نشر فيديوهات وصور فاضحة مع زوجها رغم الانتقادات الحادة التي تتوجه إليها بشكل مستمر قمة الدياثة هكذا وصف جمهور السوشيال ميديا ما تفعله الناشطة الصعودية فوز العتيبي مع زوجها أحمد الموسى حيث دائما ما يتعمد في نشر بعض الفيديوهات والصور الفاضحة بينهما خلال هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة حول فوز العتيبي وجميع سقطاتها التي أثرت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية فوز العتيبي هي ناشطة اجتماعية سعودية تطالب بالانفتاح الاجتماعي وتخلي عن التمييز القائم على أساس الجنس وأثرت الجدل بنشرها لوثيقة عقد قارنها التي ملأتها بالشروط التي تحفظ حقوقها وتواجه انتقادات دائمة بسبب آرائها وما تنشره من محتوى على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل ساعات قليلة أثارت فوز العتيبي موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك وتويتر بعدما استفز زوجها المتابعين بفيديو ظهر فيه وهو يحملها على كتفيه لينهي مقطع الفيديو الذي تدوله مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بحركة صادمة عرضته لانتقادات واسعة وظهر زوج فوز العتيبي في لقطة حمل فيها زوجته على كتفيه إلى أنه أنهى الفيديو وهو يضع حذاءه في وجه الكاميرا وهو ما اعتبره متابعون بأنه لا يحترمهم ليوجه له الانتقادات والتعليقات التي نالت منه وقبل ذلك أثارت الناشطة السعودية الجدل بصورة جريئة نشرتها في حسابها الشخصي على تطبيق سنابشات ليشاركها متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي موجهين لها انتقادات شديدة إلى أن السعودية المثيرة للجدل لم تقف صامتة لتستفز متابعيها بكلماتها ونشرت فوز العتيبي صورة ظهرت فيها وهي تجلس وسط مجموعة من الخنازير مرتدة مايو قطعتين إلا أن صورة أثرت استفزاز متابعيها ووصفوها بجريئة فاضحة موجهين لها كلمات قاسية ولا تتوقف فوز العتيبي عن نشر مشاهدها الساخنة مع زوجيها بمواقع التواصل متجاهلة كل الانتقادات التي تطالها بسبب ذلك ونشرت فوز العتيبي في فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية أعمل عقلة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترتدي ملابس شبه عارية من الأعلى ولم تكتفي فوز العتيبي بالرقص بل ظهر زوجها في المقطع يعانقها ويقبلها بينما هي تكمل وصلة الرقص فوز العتيبي هي إحدى الناشطات على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في مملكة العربية السعودية حازت على متابعة الكثيرين ومشاهدة الملايين للمقاطع التي تقدمها من خلال سنابشات وصفخات المختلفة لها وقد تطورت لتتزوج من خلال إعجاب أحد المتابعين بها وإعجابها به لتصبح قصة زواجها حديث الشارع زوج فوز العتيبي هو أحمد الموسى لاعب كرة القدم سعودي ويبلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما ويعد من أهم وأفضل اللعبين في كرة القدم السعودية وكانت فوز العتيبي صدمت جمهورها عندما كشفت عن عمرها الحقيقي حيث أعلنت الناشطة السعودية فوز العتيبي أن عمرها الحقيقي هو تسعة وأربعون عاما وكان الأمر بمثابة الصدمة لمتابع فوز نظرا لملامحها الصغيرة وجسدها النحيل التي توحي بأنها فتاة مراهقة لا تتجاوز حتى سن العشرين اشتركوا في القناة